على المشهد على الأرض اللبنانية ما حدث بضبط أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن بداية عملية تواغو البري وصفه بالمحدود لاستهداف أهداف تابعة لحزب الله وطلب اللبناني بعدم التوجه نحو نهر الليطاني في الجانب الآخر حزب الله اللبناني أعلن عن بداية اشتباك واستهداف قوات إسرائيلية إذن في منعطف جديد لتسعيد الصراع في لبنان وبعد أيام من التحشيد العسكري الإسرائيلي على طول الجبهة الشمالية أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية وصفها بالمحدودة الهدف والدقيقة أيضا ضد أهداف تابعة لحزب الله في المناطق والقرى الحدودية جنوب لبنان أسماه الجيش الإسرائيلي بسهام الشمال أيضا توغل الجيش الإسرائيلي لمسافات محدودة جنوب لبنان سبقه دخول فرق من الكوموندوز الإسرائيلية خلال الساعات الأولى لصبيحات اليوم في اختراقات محدودة جدا في قرى لبنانية حدودية بغية الاستطلاع قبل أن تتقدم فجر اليوم هذه القوات لكن صحيفة نيويورك تايمز مثلا نقلت على المسؤولين الإسرائيليين أن إمكانية أن يتحول هذا التوغل البري إلى غزو أكبر التوغل البري الإسرائيلي في لبنان يبدو أنه جاء عقب حصول تل أبيب على ضوء أخضر أمريكي والتحدث باسمه البيت الأبيض وصف للعربية إنجليش العاملية العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان بالدفاع عن النفس كما ألمح إلى إمكانية تطورها كما أعلنت أيضا وزارة الدفاع الأمريكي البنطيغون أن وزير الدفاع لويد أسطن تحدث إذا نظيره الإسرائيلي ألف جرانت البارحة واتفق على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية لحزب الله على طول الحدود كما أيضا بهدف ضمان عدم تمكن هذا الحزب الحزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر على البلدات الشمالية في إسرائيل وفي تصعيد أيضا للهجمات الجوية الإسرائيلية على لبنان استهدفت تيران الحرب الإسرائيلي مخيم عين الحلوة في صيدة جنوب لبنان في غارة يبدو أنها استهدفت مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان مونير المقدح في ضربة تعد الأولى للمخيم المكتظ باللاجئين الفلسطينيين منذ بداية التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام